السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي حضراتكم عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير ومعاينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نصالع سيدنا محمد اللهم نصالع سيدنا محمد وخبرنا النهاردة بيتكلم عن نصرة كبيرة لابو جبل طبعا بعد لعبه مع فريق الزمالك وان زماله حتى ما كلمهوش ولا قدروه وغلط جماهير الزمالك كان في ابو جبل كبير جدا جدا برغم ان هو كان لعب معهم وكمان كانوا دول زماله في الفرقة ولكن ما حصلش اي تقدير من ناحيتهم ولكن كانت في نصرة كبيرة جدا بعد اللي حصل من زلزلة كبيرة جدا في نادي الزمالك وانه لقوا لعيبة يعني بتاخد مخدرات وده باعتراف رئيس نادي الزمالك كمان وحصلت يعني بلبلة كبيرة جدا جدا وهجوم كبيرة على فرقة الزمالك ونادي الزمالك باكمله حصل هجوم عليهم فيه كمان فيه أصوات وكانت يعني مشاكل كبيرة جدا جدا وكل محبي أبو جبل والمدعمي اعتبروا أن دي نصرة كبيرة جدا جدا ليه ورد اعتبار ليه فاستنى كده واصبر ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ليه ربنا بيستنى ولكن ما بيسيبش أبدا 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 زي ما هم عملوا فيك وكسروا نفسك في أمبارات الزي مالك والبنك الأهلي ومن المفترض أن أنت كنت أصحاب أو يدفعوا عنك أو النجوم الكبار في ناج الزمالك سكيته الجماهير زي ما حصل قبل كده في عدة مباريات ولكن سابوهم يتمادوا في غلطهم أو ربنا كمان فعلا جاب لك حقك منهم وهم نفسهم حصل فيهم إيه ويتبهدله إزاي من الجماهير أكبر عبرة الواحد ياخدها في الزمن ده إنه الدنيا دوارة إيه وعتفتكر إن الدنيا دايما ليك لأ الدنيا يوم ليك ويوم عليك فقف جنب أخوك المصدوم عشان ربنا ينصرك بعد كده إذا ما نصرتوش فاستنى الدور هيجي عليك حتماً مية في المية ربنا يوفق أبو جبل يا رب إن شاء الله ونتمني له المزيد من التقلق ودايماً لما تفوض أمرك لله ربنا ما بيسيبش أبداً 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 شوف حضرتكم على ألف خير يا رب فوضوا أموركم إلى الله ربنا يا رب يكرمنا جميعاً اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله